السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الدرس الرابع من دروس تعليم AutoCAD 2014 في درسنا هنتكلم عن Layers Layers أو طبقات هي كأنك ترسم على لوحة لكن اللوحة عبارة عن ورق شفاف ورق شفاف اللي انت بترسم عليه بيكون طبقة ضمن لوحة كاملة بمعنى ضمن الرسمة هي رسمة عبارة عن مكتب تجاري انا هنا مثلا عايز اخد الوولز او الحيطان علشان احط عليها رسمة كهربا مثلا ممكن من هنا اجي اختار اي جزء من الوول وبعد كده اقول له isolate اقول copy واخده اشتغل بي او اشتغل على اساس الحيطان ديت اعمل بها اي حاجة لو تلاحظ ان انا دلوقتي ممكن اخفي اي لوحة من اللوحة الموجودة عندي لانها كلها عبارة عن طبقات فممكن اسحب اي طبقة من الطبقات بحيث انها تكون مختفية فمثلا انا عندي هنا هعمل اعيز مثلا الغي الطبقة اللي مرسوم عليها المكاتب فممكن اجي من هنا وقول له اطفيلي الطبقة اللي مرسوم عليها المكاتب اجي بص على الرسمة الاقي ان كل المكاتب اللي كانت مرسومة باللون الازرق اختفت ممكن اترجع عن الامر هنا ممكن اقول previous ترجع لي كل المكاتب بالشكل ده طبعا في اي وقت ممكن ارسم رسمة على الطبقة او ممكن الرسمة من layer الى layer فمثلا انا عندي الترابيزة ديت لشكل بيضاوي انا عايزة تبقى تبقى الدسك تابلس مش عايزة تبقى في طبقة الconference تابلس فممكن اقول هنا match واخد طبقة ديت على طول تتحول الترابيزة تحتاج الاجتماعات الى اللوحة بتاعة الدسك كل الاوامر دي هنعرفها لكن هوا ده الغرض الاساسي من layers قبل ما ابتدي بقى اتكلم عن layer هفتح ملف جديد من هنا واختار a cat في الملف ده هبتدي ابوس على layer اللي عندي هلاقي في layer موجودة دايما اسمها layer zero لها اول ورقة بترسم عليها هاي دي الورقة الاساسية بتاعتك لو تحب انت تتحكم في layer ممكن اجي من هنا اختار layer properties تدوس عليها تظهر عندي layer properties بالشكل ده فدلوقتي انا عندي هنا مربع ممكن استغله ان انا اخلق layers جديدة وان اعدل فيها احدد نوع الخط اللي هيكون مرسوم خلال اللير واحدد لون الخط اللي مرسوم خلال اللير بالاضافة ان انا ممكن احدد اذا كان اللير دي هيدخل في الطباعة لا فنبتدي اول حاجة هعمل نيو layer هاجي هنا سميها مثلا part هايس ان اللير دي عايز هتكون زهرة ومش زهرة لو دوست على علامة النور كده تبقى layer مش زهرة هتبقى مختفي لو دوست عليها تاني هتكون زهرة معي من هنا ممكن اختار اقول كده بالسريع بحيث ان كل الاوامر تكون زهرة عندي اختار ان اللون يكون احمر مثلا اوكي من هنا ممكن تحدد نوع الخط لو دوست هناك continuous واقول load واختار مثلا ان نوع خط يكون اي زداجة زي كده اقول اوكي اختار ان الخط واقول اوكي لاحظ ان نوع الخط اختلف وكتب لك اسم حجم الخط من هنا ممكن تختار انا بدوس على المربع لتحت كلمة line weight او مربع من هنا ممكن تحدد نوع الخط وليه يكون 35 ميل اقول اوكي transparency اللي هي الشفافية ممكن احدد ان الشفافية تكون من 0 إلى 90 تسعين هيكون شفاف جدا زيرو هيكون واضح تماما انا هيخليها تسعين زي ما هي من هنا لو دوست click mean في اي مكان وقلت anchor left هتلاقي ال layer properties ممكن تختفي زي هذي ال properties التي ستكلمنا عنها في الاول خالص ممكن نضوز كمان click mean وقول icons only بحيث ان هنا عندي ايقونات فقط تماما خلاني دلوقتي ارسم مثلا دايرة هرسمها على layer 0 والتكن بالشكل اقول 5 هرسم دايرة ثانية على layer 0 وقلت ثلاثة ونص دايرة ثانية ارسم دايرة ثانية ظهر عندي الشكل بالطريقة داية الخط ماشي ثلاثة ونص وبلون احمر ال properties اللي ظهر عندي هنا باي layer يعني هو هنا مش هيهتم بلون الخط او بحجمه او بنوعه لان هو بيرجع دايما لل properties اللي انا قلت له عليها في البارد لو انا حددت له حاجة غير كده لو انا قلت له مثلا اختار دا وخلي انه لونه يكون اخضر وجدت ارسم اي حاجة تاني هقول مثلا دلوقتي هشيل الاختيار من على الخط دا وهاجي اقول ارسم خط دلوقتي على layer zero دا زي ما هي هلاقي ان كان لونه بقى احمر لما يجي اختار الخط دا هو لا يزال جوى layer اللي اسمها بارد واحد لكن ال properties اللي انا قلت له عليها من هنا هي اللي هتضغى على اللي موجود هنا خلينا نمسح ال center line دا وارسم center line تاني نفس ال layer بتاعت بارد وهقول دلوقتي انا عايز بارد اتغير شكل الخط اللي فيه هرجع هنا اتغير شكل الخط اختار تحت line type وبعد كده هقول load واختار مثلا iso long dash dot وهقول ok اختار الخط واقول وبعد كده هاجي ارسم خط تاني هنا يمر بمنتصف الدارتين دول واختار ترسم بلون احمر by layer by layer المشكلة دلوقتي انا عندي ال center line دا اكبر من اللازم ازاي قدر اتغلب عن المشكلة دا الممكن اجي هنا عند السهم الصغير دا ادوس عليه واختار other هيظهر لي مربع يقولي لو انت عايز ترسم خطوط جديدة بعيدة عن layers بس انا مش هعمل كده انا هقول global scale factor هخليه مثلا واحد من عشر scale اللي هو بتاع الخط هقول عموما هقول اوكي هلاقي ان الخط عندي بقى مرسوب بالشكل اللي انا عايزه خلونا بقى نروح على رسمة جديدة اللي هي 14.41 هنا مثلا انا عايز ارسم compound جوه او مبنى او villa جوه ال compound دا فانا عايز اختار ال layer دا وابتدار اساس ورسمة تكون هنا فممكن اجي هنا واقول واختار ال object دا على طوله يروح يختار ال object اللي انا هشتغل عليه على نفس ال layer اقول مثلا هرسم هنا دايرة يعمل هالي بنفس اللون وبنفس نوع الخط وبنفس كل الخواص بتاعة ال layer بتاعة ال v building تاني حاجة لو انا مثلا عندي رسمة رسمة في غير ال layer بتاعها يعني مثلا انا كنت عايزة مربع دا يكون انه اخضر بدل ما هو في layer بتاعة v building اخليه في layer بتاعة او الخضرة اللي موجودة حوالين compound دا فهقرب منه هنا كده واختار match layer اول حاجة اختار الشكل اللي انا عايز اغيره دا اللي انا عايز اغيره عايز اطبقه بال layer دي الاقي ان ال object او المربع لماذا اقف عليه كده الاقي نفسه اتغير بقى لونه اخضر حسب layer اللي هشغلين عليها واتغير من v building بقى v vegetarian بعد كده لو بعيدنا عن الرسمة دي خالص ونشوف الرسمة التانية اللي هي 14.4 دا اني خلي رسمة الحيطان بس هي اللي موجودة اعزلها عن بقية layers هتشوف الرمز دا محطوط عليه isolate ان انا هاخد الطبقة دي بس وقلل كمين انتر عزلتها عن باقي الطبقات الموجودة وممكن ابتدي اشتغل عليها وممكن ابتدي اعمل عليها عمليات اللي انا ممكن اكون محتاجة مثلا اقول هنا extend ورب من دا وقل دي الحدود بتاعتي ومد الخط دا ومد الخط دا وحزف خطين دول وحزف خطين دول كده انا طولت في الحيطات اللي عندي هل اقدر اعدل في اي حاجة تانية يعني مثلا لو انا عملت كده هل الاجزاء تشتغل معي ام مش تشتغل معي فده بسهل علي برضو طريقة اختيار انا ممكن احزف اي حاجة اختار اي حاجة بالطريقة دا لما اقول delete ما يختارش الحاجات اللي انا كانت موجودة عندي يعني بحاول اختاره الكراسة اللي موجودة هنا مش بيختارها معي لو قلت delete هيشيل الحيطان ويسيب الكاتسة زي ما هي هتراجع عن كل الاوامر دا وهو ال previous state على اساس ان انا هرجع حالة ال layers الى ما كانت عليه من قبل يعني اختارت isolate قلت له مثلا اعزلي كل حاجة اللي علاقة بال disk enter لو عايز ارجع للحالة اللي انا كنت عليها الاول ممكن اقول previous يرجع لي كأنه امر undo تقريبا هنا ونفس الوقت برضو اللي انا قلت مثلا isolate لطبقة الكراسة امتلك ايمين enter هيسيب لي بس كل الكراسة اللي موجودة عندي هنا ممكن اقول un isolate يرجع لي كل حاجة زي ما كانت في الاول بعد كده انا عندي امرين شبه بعض وهو امر freeze وامر on off freeze و on off بيعملوا نفس ال function لو انا مثلا اختارت هنا freeze واختارت الطربيسة ديت هيخفي لي كل ال object اللي على نفس الطبقة نفس الطريقة لو اقولت له off عايزك تخفي لي كل ال object بتاعت البيبان هيخفي لي كل ال object الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم بسيط هنا هو بيخفي بس من الشاشة الرسمة لكن ال AutoCAD لسه عامل حسابهم freeze بيساعد AutoCAD انه هو يشتغل اسرع لانه هو بيشيل ال object من الميموري بمعنى لو انا قلت للاير فريز انه هو هيشيلها من الميموري بتاعت ال AutoCAD هتفضل موجودة لكن هو مش هفضل يحسبها في كل مرة انت بتعمل زوم ان او اوت على اللوحة ON و OFF هو مجرد بيخفي visibility بيخفي الشكل لكن ال AutoCAD بيضل بيحسب وكأن ال object الموجود الناس اللي اشتغلوا على انفنتور هيرفو اكتر الفرق ما بين suppress و visibility Suppress بيخفي الشكل من الميموري visibility بيخفي الشكل من الشاشة لكن بيضل الشكل بيتحسب جوة الميموري بتاعت البرنامج هما الاتنين بيقضوا وظيفة واحدة متاخدش بالك في الفرق ما بينهم هما الاتنين هقول Preview State بحيث ان ارجع كل حاجة انا حزفتها option تاني ممكن استغله اللي هو unsafe layer state او layer state خلينا نجيب الرسم دي كده على جنب وهاجي هنا هقفل شوية layers مثلا الول هقفلها هو هنا بيسألني انت اشغل على ال layer ديت انت عايزت فيها هقول له اي رسم هرسمها هو layer مطفية مش هتظهر مثلا لو رسمت دايرة هنا كده مظاهرتش لان انا طالب منه ان layer تبقى مختفي لو شغلت layer تاني هلاقي دايرة اللي انا رسمتها ظهرت دلوقتي هلغي green وهلغي دا كمان وهلغي disk وهحفظ layer state داية 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 هارجع تاني هنا واشغل داية 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 رسمة داية كمان لو انا مساكت اي لير من الليرز وقفلتها بفريز ناخد كمان بلابينج وليتر فريتشور فاي وقت انا عايز ارجع كل الليرز اللي موجودة عندي ممكن اقول ثو الليرز لنفس الكيفية انا لو دلوقتي رجعت قفلت الاشكال ديت من هنا من امر ده ممكن اقول ترن اختاره ارجع لي كل اللير اللي انا طفيت النور عنها الليرز اللي انا عملت لها فريز تجميد هيا مثلا امسك اكثر من اللير امسك كده فريز فريز اللير اللي انا جمدتها ممكن ارجعها كلها تاني في خطوة واحدة واقول ثو الليرز لا يمكن لهم رجعوا بعد كده انا لو عايز اقفل لوحة من اللوحة مش عايز طول ما انا شغال اللوحة دي يهتم بيها الاوتوكاد فمثلا هاجي اقول هنا عند الول هقفله بالطريقة ديت لاحظ ان اللون خفت بقى حصل من فيه خفوط وفي نفس الوقت مش قادر اختار اي حاجة فيه مش قادر احزفها مثلا ما اقدرش لو انا اخترت ده كده ما اقدرش اختار اللير دي لو عايز الغي اللوك ممكن اقول ان لوك اختار اللير عليها اشتغلت معي تاني دلوقتي لو انا عايز اتحاكم في الشفافية بتاعت اللير اللي معمول لها لك اللير اللي معمول لها لك ديت ممكن من هنا اجي اقول لكت لاير فيدنج اختار اخليها مثلا سبعين في المائة ممكن اصحب من هنا السهم ده ممكن اجي هنا دوس و اكتب سبعين في المائة هاجي هقول لكت لاير وليكن هنقفل اللير بتاعت الليل هقفل لكده هلاقي الشكل عندي بقى خافد اكتر من المر اللي فاتت لان انا لما قفلت المرات دي بقى خافد بنسبة 70 في المائة 90 في المائة هيكون يدوب ظهر هنجربها كده 90 في المائة enter يدوب الشكل ظهر طبعا عندي من zero لحد 90 في المائة zero هيكون اوضح حاجة 90 في المائة هيكون اكتر شكل خافد دي كانت باختصار اوام اللير هرجع للشكل السابق لللاير او الوضع اللي كان سابق للوضع اللي انا اشتغلت عليه دلوقتي دي باختصار البانل بتاعت لاير اتمنى انكم تكونوا استفدتم من الدرس ده لو عندكم اي سئلة اسألوها هتلاقوا ملفات دي موجودة باسميها هسمي اخر 14.2 و 14.41